أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي رفض مصر القاطع وإداناتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنع وكالة الأونروا من الاطلاع بدورها في الأراضي المحتلة وخلال اتصال هتفي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد عبد العاطي على أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية تمهيدا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وأكدت الخارجية أن الاتصال تناول بشكل مفصل الجهود الراهنة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة كما تبادل الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان وآخر التطورات الخطيرة في السودان كما نقش وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري حيث أكد عبد العاطي على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر مشددا على أن مصر لن تسمح لا يطرف بتهديد أمنها المائي ترجمة نانسي قنقر